السلام عليكم أهلا بكم أعزائي طلاب طالبات الصف الثامن أعزائي قد بدأنا في وحدة القواعد أخذنا في الفيديو السابق المبتدأ وأخذنا صور المبتدأ تعرفنا عليها بالتفصيل كيفية إعراب كل صورة من هذه الصور في هذا الفيديو إن شاء الله سنأخذ صور الخبر وكيف نعرب كل صورة من هذه الصور الآن ركزوا معي ثامن وخلونا نبدأ بالدرس إن شاء الله تعالى لاحظوا فقط استذكار سريع الجملة الإسمية تقسم إلى كما اتفقنا يا ثامن إلى مبتدأ وخبر نراجع بعض المعلومات السريعة جدا عن المبتدأ المبتدأ قلنا أنه يسمى مسند إليه تبدأ به الجملة الإسمية تمام ويسمى مسند إليه من صور المبتدأ اللي تعرفنا عليها أن يكون اسم صريح أو اسم ظاهر أن يكون اسم إشارة أيضا أن يكون اسم موصول وأن يكون ضميرا منفصلا هذه هي صور المبتدأ اللي تعرفنا عليها بالتفصيل في الفيديو السابق ملاحظة سريعة يا ثامن إن شاء الله هذا الفيديو اللي هو اللي تناولنا في صور المبتدأ سأتركه إن شاء الله بصندوق الوصف لهذا الفيديو حتى اللي بحب يرجع له إن شاء الله يجده موجود في صندوق الوصف طيب نكمل الآن حديثنا اليوم إن شاء الله عن الخبر الخبر قلنا أنه للاستذكار يسمى مسند تعريفه يا ثامن هو اسم يخبر عن المبتدأ ويتمم معناه وهو مرفوع دائما تمام إلى هنا متفقين معلومات حكيناها الفيديو السابق عارفينها كلها فنبدأ إن شاء الله بصور الخبر ما المقصود بصور الخبر أي أنواع الخبر الحالات التي يأتي عليها الخبر نفس النظام اللي اتبعناه في الفيديو السابق أولا سنذكر أمثلة بعد ذلك سنذكر صورة الخبر التي جاءت في هذه الأمثلة ثم كيف نعرب هذه الصورة إن جاء عليها الخبر نبدأ أول شيء ثامن بالأمثلة في المجموعة الأولى العلم نور الصديقان مخلصان لاحظوا معي ثامن العلم مبتدأ إسم بدأت به الجملة إذن هون مبتدأ طيب خبرين عن المبتدأ يا مس خبرين عن العلم العلم نور إذن أنا هنا خبرتكم عن العلم بأنه نور إذن نور هنا هي الخبر تمام؟ طيب دعونا ننظر إلى المثال الثاني الصديقان مخلصان الصديقان مبتدأ ليه؟ لأنه إسم بدأت به الجملة طيب نستنى نخبركم عنه خبرون عن الصديقان ماذا للصديقان؟ الصديقان مخلصان إذن مخلصان خبر لاحظوا الصورة التي جاء عليها الخبر هنا جاء الخبر في هذه الحالة اسم صريح أو اسم ظاهر اسم صريح اتفقنا كما جاء هون ميس صورة المبتدأ اتفقنا أنه اسم صريح بمعنى أنه ليس على الصور الثانية يعني ليس على صور الخبر الثاني اللي نتعرف عليها كمان شوي رح نلاحظ أنه ممكن يجي جملة فعلية ممكن يجي جملة اسمية ممكن يجي شبه جملة فبالتالي لما أحكي اسم صريح أو اسم ظاهر بمعنى أنه ليس أي صورة من الصور الثانية هو اسم عادي صريح ظاهر هاي كتبه أراه أمامي عبارة عن اسم موجود ليس جملة فعلية ليس جملة اسمية ليس شبه جملة بس نتعرف على الصور الثانية منصر نفرق ونعرف شو يعني اسم صريح وشو يعني الصور الأخرى تمام ولكن لغاية الآن إحنا سهل عارفين وهو النمط الشائع النمط الموجود للخبر كما هو النمط الشائع للمبتدأ أن يكون اسما صريحا أو اسما ظاهرا أقول العلم نور الصديقان مخلصان الطالبة مجتهدة وهكذا هذا بسمي اسم صريح اسم ظاهر كيف أعربه الإعراب العادي نور مثلا هنا أقول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره نفس الملاحظة اللي ذكرناها في المبتدأ يا ثامن أنا لا أقصد بالاسم الصريح الظاهر أن يكون مفرد يعني مفرد بالعدد يمكن أن يكون مثنى وبضل اسمه اسم ظاهر أو اسم صريح يمكن أن يكون جمعا وأيضا يبقى اسمه اسم صريح أو اسم ظاهر لاحظوا عندي الكلمة هنا مخلصان دلت على اثنان صحيح إذن هي مثنى أقول هنا مخلصان كيف دي أعرفها خبر مرفوع وعلامة رفعه ماذا يا ثامن الألف لأنه مثنى إذن هذا المثنى طبعا بحكي عنه عادي مبتدأ مرفوع لأنه مثنى افرضوا جاء جمع مذكر سالم المعلمون مخلصون شو أعرف مخلصون مبتدأ عفوا خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم إذن الاسم الصريح متفقين أنه ممكن يجي مفرد بالعدد واحد يعني أو يمكن أن يدل على اثنين أو يمكن أن يدل على جمع ما في مشكلة وكله بيكون نوعه أو صورته اسم صريح أو اسم ظاهر هاي أسهل حالة أكثر حالة شائعة للخبر دعوننا نتعرف على الصور الثاني من خلال الأمثلة في المجموعة الثانية أقول الصديق يكرم صديقه الزرع يحيى بالمطر وهذه المبتدأ أولا يا ثامان في الجملة الأولى هاي المبتدأ الصديق صح؟ في الجملة الثانية المبتدأ هاي الزرع الاسم اللي بتبدأ فيه الجملة طيب الآن هذا متفق عليه دعونا من المبتدأ الصديق أخبرني عن الصديق الصديق يكرم صديقه طب هل يكفي لو قلت الصديق يكرمه؟ أتوقف لا الصديق صديقه لا إذن أين الخبر؟ الخبر هذه الجملة كلها يكرم صديقه لاحظوا إن الخبر الآن جاء جملة جملة كاملة لاحظوا عندي هون كمان الزرع مبتدأ خبرونا عن الزرع الزرع يحيى بالمطر الزرع يحيى لو قلت يحيى يكفي؟ لا الزرع يحيى بماذا؟ الزرع يحيى بالمطر إذن كل هاي الجملة يا ميس هي جملة دلت على الخبر لهذا المبتدأ إذن شو صورة الخبر الآن؟ صورة الخبر لأنه جاء جملة جملة كاملة ليس اسم ظاهر ليس اسم صريح واحد بينما جاء جملة كاملة أنا خبرتكم عن المبتدأ بجملة كاملة لا أستطيع أن أستغني عن أي ركون منها طب خلونا نشوف شو نوع هاي الجملة يكرم فعل يكرم الآن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعية ضمة أين الفاعل؟ مجهول إذن مستتر الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يكرم هو صديقه شو أعرب صديقه؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبي الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف وهي الها ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه لاحظوا أنا أعربت جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ أنت يا مس أعربت جملة فعلية فعل وفاعل ومفعول به إذن كيف جاءت صورة الخبر هنا؟ جاءت صورة الخبر هنا جملة فعلية نوع هذه الجملة جملة فعلية ليه؟ لأنه مباشرة لاحظوا شو اللي بيجي يأتي بعد المبتدأ مباشرة فعل إذا جاء يا ثامن بعد المبتدأ مباشرة فعل وأنا خبرتكم عن المبتدأ بواسطة هذا الفعل إذن بتكون صورة الخبر جملة فعلية أعيد المعلومة إذا جاء بعد المبتدأ فعل هذا الفعل يخبر عن المبتدأ بتكون صورة الخبر جملة فعلية لاحظوا نطبق هون الزرع يحيا بالمطر خلونا نعرب يحيا بالمطر هاي الإعراب هون يا ثامن يحيا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم وين الضم المقدرة منع من ظهورها التعذر اتفقنا على الألف الحركة مقدرة للتعذر على الواو الياء إذا كانت مقدرة بتكون مقدرة للثقل لأن في بعض الأحيان تظهر على الواو الياء زي حالة النصب فهي تكون مقدرة للتعذر ثقيلة في النطق عفوا للثقل ولكن على الألف تكون للتعذر لماذا؟ لأنه يستحيل أنطقها ويستحيل تظهر الحركة على الألف تمام؟ طيب نعيد إذن هذا فعل مضارع أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يحيا هو ماذا نعرف بالمطري؟ الباء حرف جر والمطري اسم مجرور وعلامة جره الكسرة إذن وين الخبر؟ كيف خبرتنا عن الزرع؟ الزرع يحيا بالمطر كل هاي الجملة لاحظوا أني أنا أعربت فعل إذن هاي جملة فعلية كل هذه الجملة الفعلية هي صورة هذا الخبر طيب كيف أعرب أنا يمس؟ بعد ما أعرب إعراب عادي جدا هاي الجملة أهم جملة لاحظوا معي هيا هون يا ثامن أهم جملة بعد أن أعرب إعراب كامل أقول والجملة الفعلية اللي هي يحيا بالمطري أو الجملة الفعلية عندي هون يكرم صديقه وبعد ما أعرب إعراب عادي والجملة الفعلية في محل رفع خبر الجملة الفعلية في محل رفع خبر إذن هاي هي الصورة الثانية من صور الخبر الصورة الأولى عرفناها أن يكون اسم صريحة واسم ظاهر سهلة العلم نور الصديقان مخلصان كلمة اسم جاء بعد المبتدأ الحالة الثانية أن يكون جملة فعلية كيف أتعرف عليه؟ مباني تخربط سهل كثير يا ثامن بعد أن أجد مبتدأ بعده فعل هذا الفعل بيخبرني عن هذا المبتدأ إذن بتكون صورة هذا الخبر جملة فعلية طريقة الإعراب كيف أعرب يا ميس؟ بعرب عادي جدا الفعل والفاعل إذا في مفعول به إذا في حرف جر واسم مجرور وبعداً بحكي هذه الجملة الفعلية إنها بدأت بفعل الجملة الفعلية في محل رفع خبر طبعاً للمبتدأ فقط هذا الإعراب بكل بساطة وبكل سهولة يا ثامن ننتقل الآن يا ثامن إلى الصورة الثالثة من صور الخبر لحظوا معي هاي الصورة مهمة جدا بدها انتباه وتركيز فركزوا معاي بالشرح لحظوا الأمثلة أولاً الطالب أخلاقه عالية الشمس أشعتها ساطعة وين المبتدأ يا ثامن؟ الطالب هذا هو المبتدأ خبروني عن المبتدأ الطالب أخلاقه يعني لو توقفت إلى هنا لو وقفت في هذا المكان الطالب أخلاقه هل اكتمل المعنى؟ مستحيل لم يكتمل المعنى طب أقول الطالب عالية اكتمل المعنى أيضاً خبرتكم عنه لم تخبرينه بعد طيب لما أحكي الطالب أخلاقه عالية هل خبرتكم عنه؟ نعم هكذا أخبرت هنا عن الطالب إذن كل هاي الجملة يا ثامن هي خبر لهذا المبتدأ الطالب أخلاقه عالية تمام؟ طيب نيجي للجملة الثانية الشمس هي المبتدأ خبروني عن الشمس الشمس أشعتها خبرتكم؟ لا لسه طيب الشمس أشعتها ساطعة خبرتكم نعم إذن كل هاي الجملة أشعتها ساطعة هي خبر لهذا المبتدأ وهو الشمس طيب دعونا ننتبه الآن إلى نوع أو صورة الخبر التي جاء عليها هذا الخبر لاحظوا أول شيء كلمة أخلاق اسم ولا فعل هي اسم إذن ما بحكي عنها جملة فعلية اتفقنا الصورة اللي قبل إذا جاء بعد المبتدأ فعل وأخبرنا عن المبتدأ من سمي جملة فعلية لاحظوا أنها اسم وهذا الاسم لاحظوا اتصل به ضمير يعود على المبتدأ اللي بلشنا فيه الطالب أخلاقه أخلاق مين؟ أخلاق الطالب إذن هذا الضمير المتصل الهاء بدل كلمة الطالب يعني ممكن أستثناء هذه الكلمة أحكيهن أخلاق الطالب عالية جملة عادية كاملة مكتملة أخلاق الطالب عالية صح؟ إذن هذه الهاء بدل كلمة الطالب وهاي جملة مستقلة تماما طب ننتقل للجملة الثانية الشمس أشعةها ساطعة لاحظوا فيه عندي هنا ضمير أيضا في الكلمة اللي جاءت بعد المبتدأ الاسم الذي جاء بعد المبتدأ فيه ضمير يعود على المبتدأ لاحظوا أشعةها ساطعة أشعة مين؟ أشعة الشمس طب خلونا نلغي المبتدأ هذا ونقرأ الجملة هاي جديدة أشعة الشمس ساطعة اكتمل المعنى؟ المعنى واضح؟ نعم المعنى واضح وكامل وهي جملة كاملة متكاملة أشعة الشمس ساطعة أخلاق الطالب عالية عادي جدا جميل إذن أول شيء انتبهنا له أنه جاء بعد المبتدأ اسم هذا الاسم بالضرورة يجب أن يتصل فيه ضمير يعود على هذا المبتدأ الإه أو الها دائما إذا مفرد مذكر الها وإذا مؤنث ها يعني مثلا الطالبة أخلاقها عالية مثلا المرأة لباسها جميل الرجل أخلاقه عالية المعلم مثلا كلامه جميل تمام؟ واضح كيف النمط؟ احفظوا هذا النمط يا ثامن واقيسوا عليه طيب لغاية الآن إحنا معرفنا شو هي صورة الخبر التي جاء عليها حددنا كيف الطريقة أنه إجا وراء المبتدأ اسم هذا الاسم اتصل فيه ضمير هذا الضمير يعود على هذا المبتدأ إذا جاء الخبر على هذه الصورة بيكون نوعه يا ثامن جملة اسمية شو بيكون نوعه؟ جملة اسمية مش جملة فعلية جملة فعلية إذا بدأ بفعل مثلا الطالب يكرم أستاذه كان جملة فعلية ولكن أنا أقول الطالب أخلاقه عالي إذن اسم إذن هذا نوعه جملة اسمية الآن المهم عندي يا ثامن كيف أعربه؟ لا تستغربوا من الإعراب وركزوا معاي كيف بدي أعرب إعراب الطالب ومتفقين عليه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره صح؟ إذن هنا شو إعرابه؟ مبتدأ تمام؟ طيب عفوا طيب نكمل الآن بدي أعرب أنا أخلاقه عالية لاحظوا كيف بدي أعرب أخلاقه مبتدأ ثاني هيك الإعراب لماذا؟ لأنه أنا وياكم اتفقني إنه هاي جملة جديدة مستقلة ممكن أخليها جملة عادية أخلاقه الطالب عالية مبتدأ ثاني إذن هيك الإعراب يا ثامن أعرب الآن الجملة الجديدة الإسمية مبتدأ ثاني مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره هاي وعليه ضمة وهو مضاف شرط لي؟ لأنه إحنا اتفقنا فيها ضمير متصل مضاف إليه أي ضمير متصل يتصل بإسم إعرابه مضاف إليه معلومة مش جديدة أني عرفها أنا وياكم حكت لكم ياها كتير ما هي؟ أي ضمير متصل يتصل بإسم دائما إعرابه مضاف إليه وإحنا اتفقنا إنه هذا ضمير متصل يعود على الطالب شو بعربه؟ مضاف إليه إن عيد الإعراب مع بعض مبتدأ ثانا مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره وهو مضاف طب وين المبتدأ الأول؟ هذا هو المبتدأ الأول إذن خلونا نضيف هون مبتدأ أول هكذا نعرب لازم هذا المبتدأ أضيف له كلمة أول مبتدأ أول مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره شو بيجيوا بعده؟ مبتدأ ثانا مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره وهو مضاف وصلنا للهاء الهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه أو بالإضافة تمام؟ طيب الآن معناته أنا الآن بدي خبرين بدي خبر للمبتدأ الأول وبدي خبر للمبتدأ الثاني أخلاقه سهل جدا المبتدأ الثاني خبره يتبعه مباشرة هذا بيكون خبر للمبتدأ الثاني مش نعت لا تسألوا يا ثامن أنه طبي مس لش ما أنا بوصف الأخلاق بأنها عالية لا المبتدأ أولى الخبر أولى من النعت وهنا نحن في مقام جملة اسمية جديدة تحتاج إلى مبتدأ وخبر أبين لي الأركان لازم تعطيني مبتدأ تعطيني خبر إذن كما قلنا هنا هذا مبتدأ ثاني مرفوع علامة رفعه الضمة وين خبره عالية خبر المبتدأ الثاني اللي هو أخلاق خبر المبتدأ الثاني مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره مين اللي بقي بيستنى بخبر بده خبره المبتدأ الأول أنا وين خبري خبرك هو هذه الجملة الاسمية كلها إذن الجملة الاسمية نهاية الكلام كيف أعرف بحكي الجملة الاسمية أخلاقه عالية في محل رفع خبر المبتدأ الأول سلامة سلمكم يا تامن واضح الإعراب جديد عليكم شوي أنا بعرف ولكن سهل جدا جدا ركزوا معاي كيف أتعرف عليها بعد المبتدأ بيجي كمان اسم في ضمير يعود على هذا المبتدأ طبعا حكيت لكم ها للمذكر ها للمؤنث الطالب أخلاقه عالية الطالب أخلاقها عالية سهل إنما تحفظته بعقلي طب كيف أعرف مبتدأ أول مرفوع علامة رفعه الضمة أخلاقه الكلمة البعديها مبتدأ ثاني مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف ألهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة عالية خبر المبتدأ الثاني مرفوع علامة رفعه الضمة ضل المبتدأ الأول بده خبر الجملة الإسمية أخلاقه عالية خبر المبتدأ الأول أو في محل رفع خبر المبتدأ الأول بس تمام؟ طيب خلونا الآن ننتقل لآخر صورة طبعا هون بس أنا رجعت كتبت لكم ملاحظة مهمة أنا حكيتها أثناء الشرح يتعلق بهذه الصورة يجب عشان أحكي أن الصورة اللي عندي جملة اسمية يجب أن يشتمل المبتدأ الثاني على ضمير يعود على المبتدأ الأول تفقنا عليه هذا الكلام لازم المبتدأ الثاني يكون في ضمير يعود على المبتدأ الأول صح؟ طيب ننتقل لآخر صورة من صور الخبر وهي أن يكون الخبر شبه جملة شو يعني شبه جملة يا ثامن؟ شبه الجملة درسناها إلها نوعين وركزوا معاي بجيب كثير استخراج من النص أو الأساتزي عموما طبعا والمعلمات بجيبوا استخراج من النص استخرج من النص شبه جملة سواء ظرفية أو شبه جملة جار ومجرور إذن هاي الملاحظة مهمة هنا يا ثامن أن شبه الجملة نوعين عندي شبه جملة من الجار والمجرور وشبه جملة ظرفية شبه الجملة التي من الجار والمجرور تتكون من حرف جر واسم مجرور يعني لو طلبت منك استخراج شبه جملة من الجار والمجرور نستخراج حرف جر اسم مجرور هاي شو بسميه هذا التركيب؟ شبه جملة الآن فيه بتكون حرف جر واللي بعدها البحري اسم مجرور تمام؟ هذا أول نمط من أنماط شبه الجملة طب خلونا نشوف النمط الثاني من شبه الجملة اسمه شبه جملة ظرفية ظرفية بمعنى تتكون من ظرف سواء زمان أو مكان واللي بعدها مضاف إليه إجباري بيجي بعد ظرف الزمن والمكان إذن تتكون من ظرف وبعده مضاف إليه لاحظوا فوق الطاولة فوق ظرف دل على زمان ولا مكان عمكان فوق الطاولة أعرب فوق ظرف مكان منصوب وعلامة نصبي الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف والطاولة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره إذن دائما في بعد الظرف مضاف إليه طب خلونا نأخذ مثال على ظرف الزمان مثلا قبل العصري قبل العصري خليني أكتبها هون قبل العصري كيف أعرب قبل العصري؟ قبل ظرف زمان منصوب وعلامة نصبي الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف ظرف زمان دلع زمان ولازم بعده إيش يجي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره هذا نوع شبه الجملة إما شبه جملة من الجار والمجرور أو شبه جملة ظرفية لاش حكتينا هذا الحكية ميس؟ لأنه الآن في عندي صورة للخبر إنه يجي الخبر شبه جملة نلاحظوا المثال اللي عندي هون آخر صورة الكتاب فوق الطاولة الطالب في المدرسة وين المبتدأ؟ الكتاب خبريني عنه فوق الطاولة بصير أكتفي بفوق؟ الكتاب فوق؟ لا طب الكتاب الطاولة؟ لا وين الخبر؟ كل هاي الجملة أو بالأحرى شبه الجملة إذن الكتاب فوق الطاولة خبرتكم عن الكتاب بشبه جملة شنوع هون يتامن؟ ظرفية إذن هاي صورة الخبر الجديدة وهي أن يكون الخبر شبه جملة ظرفية أو الصورة اللي هقول بعدها أيضا شبه جملة شو؟ شبه جملة من الجار والمجرور لاحظوا الطالب خبرين عنه في المدرسة في حرف جر والمدرسة اسم مجرور وشبه الجملة هي اللي جاءت في محل الخبر إذن ما هي صورة الخبر في الجملتين؟ في هاي الجملة صورة الخبر شبه جملة ظرفية وفي هذه الجملة شبه جملة من الجار والمجرور بس بالحالتين الخبر شبه جملة سواء ظرفية أو جار ومجرور كيف أعرب؟ أعرب كما اتفقنا دايما الإعراب أعرب عادي بعدين بحكي والجملة الفعلية في محل والجملة الإسمية في محل وشبه الجملة في محل تمام؟ طيب أعرب ننعرب عادي ننعرب فوق الطاولة فوق ظرف مكان منصوب وعلامة نصف الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف تمام؟ لأنه حكينا دايما بعده مضاف إليه الطاولة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره واتفقنا آخر شيء منحكي ولازم نحكي وشبه الجملة الظرفية في محل رفع خبر تمام يا ثامن؟ هذا هو إعراب الصور الآن نراجع الصور بشكل سريع مع بعض حكينا أنه صور الخبر ممكن يكون بداية اسم ظاهر أو اسم صريح العلم نور ممكن يكون عندي جملة فعلية أقول مثلا الطالب يدرسوا بجد بيجي بعد المبتدأ فعل مباشرة يكون نوع جملة فعلية ممكن يكون عندي جملة اسمية مثل هذا النمط الطالب وأخلاقوه عاليتهم ممكن يكون عندي أيضا شبه جملة سواء شبه جملة ظرفية أو شبه جملة من الجاري والمجرور بقيت ثامن ملاحظة بسيطة جدا جدا بدي أوضح لكم إياها إذن في ملاحظة بسيطة فقط يا ثامن بقيت يجب أن أنوه لها ويجب أنه طبعا ننتبه لها لأنها موجودة عندنا رح تيجي معنا عن أثناء حل الأسئلة موجودة عندنا في الكتاب لاحظوا معي الحال اللي بدي أحكي عنها أو الملاحظة اللي بدي أحكي عنها الملاحظة تتعلق بتقدم الخبر على المبتدأ شو يعني يا ميس؟ يعني إحنا يا ثامن في الوضع الطبيعي من اللي بيجي في الأول المبتدأ أول الخبر؟ المبتدأ طبعا وسمي مبتدأ لأنه تبدأ به الجملة الإسمية ولأنه يتقدم الخبر يعني الوضع الطبيعي يأتي المبتدأ أولا ثم الخبر تمام؟ هذا الوضع الطبيعي في حالة يتقدم فيها الخبر على المبتدأ ويسبق المبتدأ ويتجرأ ويأتي قبل المبتدأ والمبتدأ يتراجع إلى الخلف ويأتي ثانيا طبعا ثامن في حالات كثيرة يتقدم فيها المبتدأ على الخبر الخبر أسفل خبر على المبتدأ ولكن مطلوب منه بثامن فقط هذه الحالة ما في غيرها بالنسبة لثامن تمامي ثامن يعني يجب أنه أنا وهلي هذا الموضوع ولكن أعيد كمان مرة الوضع الطبيعي مبتدأ خبر مبتدأ رقم واحد الخبر رقم اثنين الآن في بعض الحالات قد يأتي الخبر أولا ويأتي المبتدأ ثانيا يتراجع المبتدأ ويتقدم الخبر خلونا نشوف الأمثلة لاحظوا معي أقول هنا الكتاب فوق الطاولة تمام الجملة الثانية فوق الطاولة كتاب خلونا أول شيء نحدد وين المبتدأ والخبر في كل جملة في الجملة الأولى الكتاب هو المبتدأ الكتاب خبرين عنه الكتاب فوق الطاولة وأيضا غير أنه هذه الكلمة هي المبتدأ وهذا هو الخبر من صور المبتدأ أن يكون اسم ظاهر من صور الخبر أيضا أن يكون اسم ظاهر صحيح ولكن هل في من صور المبتدأ أن يكون شبه جملة؟ لا. اتفقنا أنه ما في من صور الخباء المبتدأ أن يكون شبه جملة. إذن طبيعي فوق الطاولة شبه الجملة هاي هي في محل رفع خبر. وش نوعه هذا الخبر؟ شو صورة الخبر؟ شبه جملة ظرفية. الآن لسه أخدناها. إذن يجب أن يكون الخبر. إذن يمكن أن يكون الخبر شبه جملة ظرفية. ولكن هل يمكن أن يكون المبتدأ شبه جملة ظرفية؟ ما يجى من صور المبتدأ أن يكون شبه جملة ظرفية صح إذن الكتاب مبتدأ بدأت به الجملة وفوق الطاولة خبر كيف أعربه؟ ما بعرب خبر طبعاً لآن أخذنا الإعراب فوق ظرف مكان وهو مضاف طاولة مضاف إليه بعدين نحكي وشبه الجملة الظرفية في محل رفع الخبر تمام؟ هذا وضع عادي هل تقدم الخبر على المبتدأ؟ لا، يجى المبتدأ رقم واحد والخبر يجى رقم اثنين وضع طبيعي جداً ترتيب طبيعي جداً للجملة طب لاحظوا معي هل المبتدأ معرفة ولا نكرة؟ المبتدأ هنا معرفة لأنه بدأ بالأل إذن المبتدأ هنا معرفة لاحظوا بدأ بأل الآن لاحظوا إذا أصبح هذا المبتدأ نكرة أصبح نكرة بنا نشيل منه الآ والأل هاي بنا نشيل منه الآ والأل لاحظوا كيف أصبح كتاب في هذه الحالة إذا أصبح المبتدأ نكرة ولازم يكون الخبر شبه جملة سواء جار ومجرور أو شبه جملة ظرفية في هذه الحالة يتجرأ الخبر ويتقدم على المبتدأ بيصير الخبر اللي كان رقم اثنين هون بيصير رقم واحد وبيصير المبتدأ اللي كان رقم واحد هون بيصير رقم اثنين لماذا تقدم الخبر على المبتدأ فوق الطاولة كتابهم؟ لماذا تقدم الخبر على المبتدأ؟ لأن المبتدأ جاء نكرة ما في أول نكرة ولأن الخبر جاء شبه جملة سواء ظرفية أو جاروا مزرور المهم أنه الخبر جاء شبه جملة في هاي الحالة يا ثامن يتقدم الخبر على المبتدأ طب هذا يا مسلم نعرف نعربه هكيف نعرب نفس الإعراب لاحظوا كيف بدي أعرب فوقه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف والطاولة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وشبه الجملة الظرفية في محل رفع خبر بس بضيف كلمة مقدم خبر مقدم ليش حكيت يا مس مقدم؟ لأنه تقدم أخد مرتبة واحد طب كيف أعرب كتابه؟ مبتدأ هي مبتدأ صح؟ ولكن بضيف هاي الكلمة مبتدأ مؤخر مرفوع وأكمل الإعراب عادي وعلامة رفعه الظاهرة على آخره فقط هذا الاختلاف هذا بصير اسمه خبر مقدم شبه الجملة في محل رفع خبر مقدم هون بصير اسمه مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الظاهرة على آخره هاي الحالة الوحيدة يا ثامن التي يتقدم فيها الخبر على المبتدأ كما ذكرت بالنسبة لثامن في حالات أخرى إن شاء الله بتاخدوها في التوجيه بإذن الله تعالى إذن شو القاعدة بتحكي لي؟ يتقدم الخبر على المبتدأ إذا كان الخبر شبه جملة اكتبوها عندكم الملاحظة يا ثامن وأيضا شرط الثاني أن يكون المبتدأ ناكيرا لاحظوا هاي أمثلة أخرى للتوضيح على السرير صغير اتقدم الخبر ليش اتقدم الخبر؟ لأنه الخبر شبه جملة ولأن المبتدأ ناكيرا فهذا الخبر تقدم على المبتدأ هذا صار اسمه خبر مقدم وهذا مبتدأ مؤخر اللي بعده في الثلاجة طعام لاحظوا حرف جره اسم مجرور إذا هذا خبر تقدم على المبتدأ صار اسمه خبر مقدم طعام صار مبتدأ مؤخر لماذا؟ لأنه جاء ناكيرا فإذا ثامن هذه هي الحالة التي يتقدم فيها الخبر على المبتدأ لما بيكون الخبر شبه جملة وبيكون المبتدأ ناكيرا هكذا أعزائي نكون ألمينا بجميع ما جاء في هذا الدرس كما ذكرت لكم إن شاء الله سأضع لكم في صندوق الوصف أولا شرح الموجود على اللوح على شكل بي دي أف مصور وعلى شكل بي دي أف هي أولا ثانيا سأرفق لكم شرح صور المبتدأ أرجو أن جميع المعلومات اللي كنت أحكيها تكونوا كتبتوها على دفاتركم يا ثامن للاستفادة أعزائي ألقاكم إن شاء الله في الفيديو القادم لنقوم بحل الأسئلة الموجودة في الكتاب إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر